اشتركوا في القناة نتطلع إلى رسم صورة بانورامية لقطاع السياحة في العالم في العام 2013 عن حركة تدفق السياحة عن معدلات النمو مساهمة هذا القطاع في حساب الناتج المحلي الدولي بداية أسأل عن معدلات النمو هل كانت بحدود الخمسة في المائة؟ الرقم الذي تفضلت به صحيح هو أقرب إلى الخمسة في المائة كان هناك زيادة رقمية محددة بمقدار 52 مليون سائح عالمي مقارنة بالعام 2012 هذا يرفع عدد السواحة العالميين إلى 1087 مليون سائح هذا طبعا لا يدخل فيه حساب السياحة الداخلية السياحة المحلية الأرقام التي تتعلق بالمدخولات السياحية لازالت لم تغلق بعد لأنها تأخذ بعض الوقت في مراجعتها ولكن إذا قررنا هذا الأمر بالعام 2013 العام 2013 بالعام 2012 فنحن نتوقع بأن تكون الزيادة بحدود 4.5 إلى 5% كما تفضلت على 31 تريليون دولار كان المدخول السياحي في العام 2012 فلك أن تتخيل مقدار الحجم الكبير لهذا النمو علما بأنه حصل على خلفية أزمة اقتصادية في أوروبا وعلى خلفية أزمات طبيعية ونزاعات وحالة عدم استقرار في عدد كبير من المناطق العالمية ولذلك نعتقد بأن الأهمية تنبع من أن هذا القطاع أثبت قدرته على أن يعيش حتى ضمن ظروف صعبة بل أن ينمو وأن يساعد بقية القطاعات على أن تأخذ دورها في عملية النمو ولكن ماذا عن السياحة الداخلية وحركة تنقل الأفراد الداخلية ضمن الدول بماذا تقدرونها؟ في حدود الخمسة ونص إلى ست مليار سائح داخلية تعريفنا للسائح هو من يقضي أكثر من ليلة خارج مكان إقامته في الصين وحدها كان في العام 2013 ثلاثة واحد بالعشرة مليار رحلة داخلية فلك أن تتخيل حجم هذا القطاع وبالتالي على صعيد السياحة العالمية واحد من كل سبع من سكان العالم يقوم برحلة خارج وطنه في كل عام وعلى صعيد السياحة الداخلية يكاد يكون بأن كل شخص في العالم يقوم برحلة على الأقل مرة واحدة في السنة في داخل أو خارج وطني نتحدث عن أكثر من مليار سائح حول العالم عن أكثر من خمسة مليارات وخمسمائة مليون سائح في السياحة الداخلية بكم تقدرون حجم الإنفاق من هذه السياحة؟ كما قلت الحجم الإنفاق المباشر كان واحد وثلاثة بالعشرة تريليون دولار في العام 2012 نتوقع بأن يرتفع في حدود الخمسة في المائة في العام 2013 هذا حجم الإنفاق العالمي إنما حجم الإنفاق في داخل كل دولة على حدة لك أن تقارن بالأرقام النسبية لذلك القطاع السياحة الآن هي الثالث أكبر صناعة في العالم على الإطلاق وبالتالي ما تستطيع أن تحركه من فعاليات صادية أخرى هو أمر كبير جدا قطاع السياحة يحرك ليس فقط الفنادق وإنما حالة النقل، الزراعة، المصارف، كل الفعاليات المدنية والحضرية كما هي الفعاليات الريفية هناك 52 خدمة مرتبطة بقطاع السياحة جميل ولكن أريد أن أسمع من ما عليك ما هي دولة كانت أكثر تصديرا للسياح ما هي أكثر دول استقطابا للسياح ما هي أبرز الأقاليم التي شهدت نموه في العام 2013 العام 2012 ثم تكرر في العام 2013 كان عاما هاما جدا لأنه للمرة الأولى تغيرت الأسواق المصدرة للسواح أوروبا كانت ولا زالت ترسل أكثر من نصف سواح العالم وتستقبل أكثر من نصف سواح العالم ولكن على مدى العقود الماضية كانت دولة مثل ألمانيا تحتل المركز الأول في تصدير السواح في العام 2012 تغير هذا الأمر وأصبحت الصين هي الدولة الأولى في العام 2013 تثبت هذا الأمر بزيادة حوالي 30% عن عام 2012 الصين صدرت في العام 2013 98 مليون سائح خارج وطنها وأنفقت ما يتجاوز 130 مليار دولار أمريكي خارج الصين طبعا لابد أن نأخذ بالاعتبار بأن أكثر من نصف هذا الرقم سافر إلى آسيا وإلى الدول المجاورة ولكن حتى الرقم المتبقي من ذلك وهو 40 إلى 45% خارج المنطقة الأسيوية المباشرة المحيطة بالصين فإنه عدد هائل ورقم كبير جدا خصوصا أن الإنفاق في أوروبا وفي مناطق العالم الأخرى أكبر من الإنفاق في دول الجوار ولكن هل لاحظتم نمو جديد في بعض الأقاليم في أفريقيا في آسيا في محيط الهادئ؟ طبعا النمو الرئيسي كان في آسيا آسيا لازالت تتصدر الرمو 6.5 إلى 7% نمت بمقارنة مع المعدل العالمي 5% وسوف يبقى هذا الأمر دائما في صالح آسيا خصوصا شرق آسيا وجنوب شرق آسيا بالتحدي الدول لما يسمى بالآسيان العشر دول ثم الصين اليابان وكوريا أيضا تلعبان دورها ولكن أيضا الملفت للنظر النمو الثابت الذي حصل في إفريقيا في العوام الخمسة الماضية إفريقيا كانت تنمو بمعدل 4.5 إلى 5% كل عام طبعا لازالوا يبدأون من قاعدة رقمية اسمية متواضعة يعني لازالت إفريقيا لا تستقطب أكثر من 5.5 إلى 6% من سوح العالم إلا أن نسب النمو فيها عالية واستمرار هذا الارتفاع في النمو يرشح إفريقيا بأن تلعب دور رئيسي في 10-15 سنة القادمات إفريقيا لازالت تستقطب فقط 50 إلى 55 مليون سائح بينما قدرتها على الاستيعاب طبعا تتجاوز ذلك بأضعاف كبيرة فإذا كان لي أن ألخص أقول أن الاتجاه يسير في صالح آسيا بشكل رئيسي شرق آسيا وجنوب آسيا ثم إفريقيا أوروبا سوف تبقى مسيطرة على السوق السياحة العالمية ولكن نسب النمو لن تكون بنفس درجة الارتفاع لأنها وصلت إلى حالة من التشبع كما يمكن أن نسميها ثم أن الأسواق الساعدة نمت بشكل كبير جدا الأمريكتين الشمالية والجنوبية منسب النمو ثابتة فيها ولا يتوقع أن تكون هناك طفرات غير عادية في هذا الأقليل لكن في أمريكا الجنوبية هناك أحداث مقبلة كأس العالم في العام 2014 في البرازيل 2016 لأولمبياد إلى أي حد ترى بأن هذه الأحداث يمكن تشكل فارقا في معدلات النمو السياحية في القارة أمريكا الجنوبية هذه المناسبات الكبيرة يمكن أن تكون مفيدة جدا إذا أحسن إدارتها ومن الصعب الحكم على ذلك مسبقا هناك كثير من الدول والكثير من الأقليم استقبلت هذه الأحداث ثم عادت الأمور إلى وطيرتها كما كانت قبل هذا الحدث هناك الكثير من المدن والأقليم استفادت استفادة كبيرة مثلا مدينة برسلونة كانت في مستوى معين وبعض الأولمبياد وبعض المعارض يعني ارتفعت إلى مستوى عالي جدا وبقيت في ذلك المستوى النتائج غير مضمونة ولكن حسن الإدارة قطعا هي فرصة مناسبة يبقى بأن حدث مثل هذا على المدى الطويل في دولة مثل البرازيل في أمريكا الجنوبية لن يؤثر على خارطة الأمريكتين نتحدث عن الشمالية والجنوبية بشكل كبير سوف يبقى معدل النمو حسب تقديراتنا في الأمريكتين بين الثلاثة ونصف إلى أربعة في المياه ليس أكثر من ذلك في يوم السياحة العالمي الذي يصادف في السابعة والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام في الدورة الأخيرة احتفلتم تحت عنوان السياحة والمياه ما هي المعاني والمغزى من هذا العنوان؟ هناك معاني ومضمين كثيرة احتفلنا فيها في جزر المالديفز في وسط المحيط الهندي لأن عوامل التأثير التغيير المناخي تهدد الكثير من هذه الجزر وهذه المقاصد السياحية الهامة المالديفز كلها مهددة بأن تغرق إذا لم نتدارك الأمر في خلال 50 إلى 70 عام وبذلك كان احتفالنا هناك وفي قضية تعلق بالمياه احتفال ذو معنى هي رسالة كنا نريد أن نرسلها طبعا هناك أكثر من بعد لقضية العلاقة بين المياه والسياحة المياه عنصر رئيسي في مناطق الجذب سواء كان الشواطئ البحيرات الأنهار كلها مقاصد جاذبة للسياحة والحفاظ عليها والاعتناء بها يصبح أمرا ليس ضروريا فقط لأنه هذا واجبنا كبشر ومسؤوليتنا كمجتمع عالمي للحفاظ على طبيعتنا وإنما أيضا لحفاظ على المصلحة الأنية لاستمرار قطاع السياحة لأن بعض هذه المناطق مهددة أصبحت بشكل بادي التغييرات المناخية ثم هناك عامل آخر مهم جدا في النسبة لعلاقة بين المياه والسياحة وهي أن الاستهلاك الكبير لبعض المنشآت السياحية لمصادر المياه العذبة يجب أن يكون مدروس وأن يخطط له بعناية لا يجوز لنا أن نحرم مجتمعا محليا معينا من قدر معين من المياه العذبة لكي نوفره إلى فندق أو إلى منتجع الأمر يجب أن يكون أيضا يأخذ في الحسبان المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الاقتصادية والمسؤولية الطبيعية فكان هناك الكثير من الأمور المشتركة التي تعنينا في قضية المياه وأن العامل الفائت عامل 2013 كان أصلا عامل الاحتفال العالمي بيوم المياه فربطنا المناسبتين ببعضهما البعض وقررنا بأن نثبت ونؤكد على أهمية المياه في عالمنا هذا اليوم ماذا عن العلاقة ما بين السياحة والبيئة هل توافق بأن البعض يقول بأن السياحة تستنزل في البيئة أحيانا لا على العكس تماما ليس هناك أي علاقة فقط هناك تلازم بين الاثنين السياحة البيئة الطبيعية هي الرأسمال الطبيعي للسياحة فلا يجوز لك كأحد العاملين في عالم السياحة بأن تستنفذ هذا المخزون يجب أن تعتني به أن تغذيها أن تنميه فهناك مصلحة أكيدة في قطاع السياحة للحفاظ على البيئة لأنه بدون ذلك تستهلك وتستنفذ ما لديك من مصادر جذب البيئة من ناحية أخرى يمكن لها أن تستفيد كثيراً من تنمية وتطوير السياحة الموارد التي توفرها يوفرها قطاع السياحة للحفاظ على البيئة أمر هام جداً حسن الإدارة هو المفتاح نحن دائماً نقول بأن الحفاظ على البيئة من ناحية ونمو السياحة من ناحية أخرى ليس معادلة مجموعة صفر بمعنى آخر أن زيادة السياحة يجب أن تترجم إلى زيادة في الاعتناء بالبيئة وليس العكس والحفاظ على البيئة يستلزمه زيادة في الموارد والإدارة الحسنة التي يوفرها قطاع السياحة أستأذنك دكتور بهذا الفاصل قصير ونعود لمتابعة هذا الحوار أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود لمتابعة حوارنا مع الدكتور طالب الرفاعي وهو الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة أمم المتحدة لا تبتعدوا كثيراً ابقوا معنا مرحباً بكم جديد أعزائي المشاهدين ومتابعة لحوار الأسبوع وظيفي وظيفكم فيها الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ما تزال التأشيرات والضرائب تحديان رئيسيان في صناعة السياحة حول العالم كيف تطعطون مع ذلك التحديان للوصول إلى سياحة أفضل هذا صحيح الهيئة العامة لمنظمة السياحة العالمية التي اجتمعت في العام الماضي كلفت منظمة السياحة وكلفت أمينها العام بالاهتمام بثلاثة أولويات تعتبر معيقات أمام تطور صحي وأفضل لقطاع السياحة التأشيرات وليس فقط التأشيرات وإنما ما يسمى بسهولة السفر تسهيل السفر بكل ما يعني ذلك التأشيرات كيف تتعامل في المطارات كيف تعبر الحدود كيف تنتقل من الطائرة إلى الحافلة إلى المركب إلى السفينة كل هذه الأمور التي تتعلق بتسهيل السفر ثانياً الضرائب كما تفضلت ثالثاً ما نسميه بقطاع النقل وخصوصاً قطاع النقل الجوي وما له من علاقة في سهولة الوصول إلى الموقع والمقصد هذه الثلاثة عناصر كل واحدة منها تشغلنا الآن شغلاً كبيراً فيما يتعلق بالتأشيرات وسهول السفر على سبيل المثال لك أن تتخيل بأنه إلى غاية يومنا هذا 66% من سكان العالم يحتاجون إلى تأشيرة مسبقة تأخذ من السفرات أو قناسل لكي يذهبوا إلى مقصد آخر غير مقصدهم الأصلي 66% ثلاثين البشر في هذا العالم 18% فقط من سكان العالم يستطيعون التناقل إلى مقاصد مختلفة دون الحاجة إلى التأشيرات طبعاً الجانب الجيد في هذا الأمر بأنه من خمس سنين فقط كانت 66% هي 74% يعني هناك تحسن كبير جداً في فترة قصيرة ولكن العمل لازال كبير في هذا الأمر يعني لا يجوز لنا أن نبقى بنفس العقلية التي تربط ربطاً غير منطقي ما بين التأشيرات وبين مختلف الأسباب والقضايا الأخرى القضايا الأمنية نحن معنويون بها أكثر من غيرنا الأمن وتسهيل السفر ليس قطبين متضردين نحن دعاة سفر سهل ممتع وآمن في نفس الوقت ويمكن لنا باستغلال الكثير من القضايا التقنية والتكنولوجيات الحديثة والإدارة الحسنة بأن نتجاوز هذا الأمر فقضية التأشيرات قضية مهمة جداً قضية النقل أيضاً قضية مهمة خصوصاً للمناطق والمقاصد البعيدة ما يسمى باللغة الإنجليزية وفي مناطق التي لا يمكن وصول إليها غير بالطائرة كالجزر هناك كثير من السياسات الوطنية التي تقيد وتحد من قدرة شركات الطيران على الوصول إلى بعض هذه المقاصد لا نستطيع أن نروج لمقصد معين إذا كنا لا نستطيع أن نحصل على تأشير للوصول لها أو أن ليست هناك اتصال وسيلة نقل يمكن أن توصلني إليها بشكل سهل وبشكل مريح هذا منطق بسيط ولا يحتاج إلى الكثير من التدليل الضرائب القضية الثالثة والمهمة نحن دعاة ضرائب عادلة نحن ندرك تماماً بأن السياحة كأي قطاع آخر لابد له أن يؤدي دوره وأن يدفع ضريبته تجاه المجتمع هذا أمر طبيعي ولكن أصبح هناك مبالغة كبيرة خصوصاً في أوروبا ضمن الضائق الاقتصادية على فرض ضرائب على السفر هذه الضرائب التي تفرض على المسافرين من أوروبا هي حقيقة ضرائب يثقل بها العالم الآخر خارج أوروبا والذي يسافر إليه المسافر الأوروبي لأن كلفة السفر من أوروبا تصبح عالية وكأنك تفرض ضريبة على السلعة تصدرها أنت إلى أوروبا من هذا المنطلق نحن دعاة ما نسميه بالضريبة الذكية التي تراعي حقوق الجميع وفي نفس الوقت لا تخنق السياحة والقطاع الوحيد القادر على أن يدعم ويساعد القطاعات الأخرى في المقابل إلى أي حد ترى دكتور بأن قطاع السياحة ما يزال عنصر جازب لرؤوس الأموال حول العالم وبكم تقدر حجم الاستثمارات في العام 2013؟ ليس لدي أرقام دقيقة عن القطاع الاستثمار ولكن ممكن نوصول إلى بعض المؤشرات دعني أقول من حيث المبدأ بأن الاستثمار في قطاع السياحة لازال دون التوقعات لازال دون ما يمكن أن يكون عليه ومنعكسا لأهمية هذا القطاع والسبب بأن نسبة الوعي ودرجة الوعي بأهمية قطاع السياحة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب لازال الاستثمار في قطاع السياحة محصور على الاستثمارات الصغيرة ولذلك لازالت الكثير من البنوك والمصارف لا تملك الخبرة ولديها الكثير من التردد في الإقراض للمشاريع السياحية هذا الأمر مرتبط بالوعي العام ودرجة الفهم لأهمية هذا القطاع ولكن القلة إذا صح حالية تعبير بهذا الشكل التي تستثمر في قطاع السياحة تدرك تماما بأن هذا الاستثمار مجدي وأعتقد أن القضية سوف تحتاج إلى بعض الوقت لكي يصبح الإدراك بمردود وقيمة وقدرة هذا القطاع على أن يكون استثمارا مربحا هو العام الأساسي في هذا المجال تعني أنتقل بك إلى المنطقة العربية التي نعيش فيها الآن في ظل أوضاع جيو سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة كان هناك تأثير واضح على حركة السياحة في بعض الدول مصر، تونس، الأردن، سوريا، لبنان تقييمك لهذا المشهد؟ هذا صحيح بدون شك بأن التطورات السياسية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي جرت في المنطقة خصوصا في ثلاث أربع عوامل الماضية أثرت بشكل كبير على المقاصة السياحية التقليدية التي أوردت ولكن صورة المنطقة، هناك نقطتين مهمتين الأولى أن صورة المنطقة بشكل عام توازنت مع بعضها البعض ففي الوقت الذي خسرت فيه بعض هذه المقاصد التقليدية شيء من قوتها دول الخليج كسبت كثيرا ونمت نموا ملحوظا الإمارات، قطر، عمان، حتى الكويت شهدنا تحويل لبعض المسارات باتجاه هذه الدول وبالتالي هذه صورة المنطقة عندما نجري حساباتنا للمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام لم تكن كلها واحدة لكن القضية الثانية الأهم بأنه حتى في المقاصة التقليدية مثل مصر، مثل تونس، مثل الأردن الأردن لم يتأثر كثيرا تأثر ولكن ليس بشكل كبير التأثر الأكبر حصل في سوريا طبعا يعني الوضع في سوريا واضح بأنه وضع مؤقد جدا ومصر وتونس ولكن الملحوظ بالنسبة لمصر وتونس مثلا كمقصدين مهمين بأنه في كل مرة تهدأ الأمور فيها قليلا حتى ولو لبضعة أشهر تعود السياحة بسرعة فهذا يعطينا مؤشر على أن القضية ليست حتمية وليست طويلة المدى يعني السياحة صناعة حساسة بدون شك تتأثر بالاستقرار السياسي وبالاستقرار بكل مناخي ولكنها أيضا صناعة صلبة وقوية وقدرتها على العودة سريعا كبيرة خصوصا إذا كانت هناك تقاليد متينة وقوية في ذلك البلد دولة مثل مصر عمرها 9000 سنة ومقصد سياحي من مئات السنين ولديها الكثير من البنى التحتية والخبرات والقوى البشرية المؤهلة لن يذهب هذا بالرياح بسهولة بيأخذ شيء من الانتكاسة ولكن بيعود إلى العودة وإلى صحته فإحنا تقديراتنا بأن الأمور في منطقة الشرق الأوسط في خلال العشرة إلى 15 سنة القادمة سوف تكون بالاتجاه الإيجابي يعني أعطيك مثال في العام 2000 كان بيجي حوالي 24 مليون سائح دولي إلى المنطقة العربية الآن بيجي حوالي 60 مليون في 15 سنة 14 سنة تقديراتنا أنه في العام 2030 المنطقة العربية سوف تستطيع أن تستقطب 149 مليون يعني حوالي 150 مليون سائح ثلاثة أضعاف تقريبا ما هي عليه الآن تقول لي كيف هذا ممكن يصير بيقول لك من خلال حكمنا على التجارب السابقة ستحصل انتكاسات بعض الدول ستتأثر بعضها لم تتأثر تستفيد ولكن الأمر سوف يعادل بعضه البعض وسوف يكون هناك تقدم بشكل عام اللافت في ظل هذه التطورات بأن الخليج استطاع أن يشكل نقطة جذب سياحي في المنطقة هل تعتقل أن الخليج جمتلك هذه المقاومات ليشكل منافس أو نقطة جذب سياحي؟ الخليج كان يستقطب 36 إلى 37% من القادمين إلى الشرق الأوسط من خمس سنين فقط الآن يستقطب أكثر من 50% لك أن تتخيل وطبعا هذا لم يأتي من فراغ البنى التحتية الاستثمار الجدية اليوم في قطر نتحدث من الدوحة سوف تطلق الاستراتيجية السياحية للعام 2030 هذا تعبير عن جهد وإرادة سياسية في تحقيق شيئهم مؤمنين فيه البنى التحتية الاستثماري المطارات شركة الطيران التي قادرة تجيب الناس من كل أرحاء العالم وتجعل من الدوحة أو من دبي أو من أبوظبي هب لكل العالم تدريب الكفاءات والقوى البشرية لهذه الصناعة كل هذا يأخذ وقت وأنجزته إلى حد كبير الكثير من دول الخليج وبالتالي الآن ابتدأت مرحلة قطف الثمار ولكن ألا تعتقد بأنه بعض الدول في الخليج ربما تحتاج إلى تطوير وتحديث في القواني والتشريعات التي تنظم حركة النقل وحركة الدخول والخروج لتطوير صناعتها السياحية صحيح صحيح واسمح لي أن أتجاوز قليلا وأقول أن أحد الأشياء الرئيسية التي يجب أن تتغير وأن ينظر إليها بشكل مختلف في قضية التأشيرات وقضية سهولة الدخول والخروج وكيف يمكن أن نتعامل معها بعقلية أكثر قدرة على أن تتفهم الفروق بين الناس وأن تستطيع بأن تستفيد بأكبر قدر ممكن من القوى الجاذبة التي تمثلها هذه الدول ولكن هناك أيضا قوانين وأنظمة التشريعات المتعلقة بالاستثمار بالتصنيف بحقوق المستثمرين بحقوق الزبائن إلى آخر هذه الأمور ولكن الأمور ماشية في الاتجاه الصحيح في تقليرنا أختم بالسؤال حول العام 2014 وقراءتكم وتوقعاتكم لهذا العام إن على صعيد حركة السياح أو تنقل وكذلك أيضا ما هو متوقع من عوائد مالية من حركة السياح العالمية إحنا أصدرنا توقعاتنا للعام 2014 في بداية العام الحالي في منتصف شهر يناير وتوقع نموا عالميا بحدود الأربعة إلى الأربعة ونصف المئة يعني أقل قليلا من ما كان عليه في العام 2013 ولكن استمرارا وتثبيتا لنهج النمو تقديرنا بأنه آسيا سوف تحقق نقطة أو نقطتين فوق المعدل العالمي أوروبا سوف تبقى نقطة ضمن المعدل العالمي أو نقطة أقل من المعدل العالمي أفريقيا سوف تستمر في نموها الأمريكتين سوف تكون أقل قليلا من المعدل العالمي لدينا تقديرات تفصيلية يمكننا تطلع عليها من خلال نشرتنا بشكل عام وبالتلخيص الأمر بأن السياحة سوف تستمر في نموها ولو بمعدلات أبطأ ولكنها أعلى كثيرا من أي قطاع آخر ضمن الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها كثير من أقلية من العالم الهامة في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكرك معالي الدكتور طالب الرفاعي وأنت الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة شكرا جزيلا كنت معنا في سي أم بي سي عربي ضمن حوار الأسبوع وأنتم أعزائي المشاهدين نشكر لكم حسنا المتابعة وإلى لقاء قريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر